هل صحيح أن الصيام ستة أيام من شوال يجدد نظام المناعة بالكامل؟ وماذا وجد البروفيسور الأمريكي مارك ماتسون بعد دراسة الصيام لأكثر من خمسة وعشرين عاما؟ النتيجة ستفاجئك أخي الحبيب وماذا يحدث في جسمك إذا صمت شهر رمضان وأتبعته ستا من شوال؟ وما هي النتائج المذهلة التي وصلت إليها جامعة هارفرد؟ هذا ما سوف نتناوله اليوم إن شاء الله حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله بروفيسور أمريكي اسمه مارك ماتسون اشتهر هناك أنه يعالج الصراطان بالصيام يعالج أمراض الشيخوخة بالصيام يعالج مشاكل الدماغ والزهايمر بالصيام أيضا يقول بالحرف الواحد إنه قد درس هذا الصيام لمدة خمسة وعشرين عاما أو أكثر فتبين له أنك بمجرد أن تجوع جسدك وتمنع عنه الطعام والشراب فإن خلايا الدماغ تقوم بشيء غريب جداً ما هو؟ هل تعلمون؟ تنمي وصلاة عصبية جديدة سبحان الله هذه غريبة جداً يعني أول مرة يعني هو الباحث هذا البروفيسور متفاجئ وهو يقول هذا الكلام كيف يمكن للدماغ أن ينمي هذه الوصلات العصبية المهمة جداً في التعليم المهمة جداً في الذاكرة نحن نعلم أن الذاكرة القوية تعتمد على الاتصال بين خلايا الدماغ الاتصال تتم من خلال هذه الوصلات الدقيقة التي تربط أكثر من مئة مليار خلية في دماغك عندما تنشط هذه الوصلات وتنمو وصلات جديدة ستصبح أكثر قدرة على التعلم وأكثر قدرة على تخزين المعلومات أيضاً حتى هناك نتيجة وصل إلي هذا البروفيسور أن الصيام المتكرر يؤدي لتخفيف أعراض الصرع الحاد وتحسين وظائف الدماغ سبحان الله ويقول أثبتت الدراسات التجربية أن عملية الصيام مفيدة جداً للدماغ تحسن أداء خلايا الدماغ وتحسن آلية توليد الطاقة يعني هي تنشط الخلايا كل خلية كما تعلم أخي الحبيب في داخلها مصنع للطاقة تسمى جسيمات لتصنيع الطاقة هذه الجسيمات تنشط أثناء الصيام سبحان الله يعني والله فوائد لا يكاد يتخيلها عقل وكلها حديثة هذه الدراسات على فكرة أخي الحبيب طبعاً أيضاً من النتائج التي وجدها أن هذا الصيام يؤدي لتخليص الجسم وخلايا الجسم من النفايات من السموم كاسيد الرصاص والكبريد هذه التي تتراكم في أجسامنا بسبب الحروب بسبب الانفجارات النووية بسبب تلوث المصانع والسيارات وغير ذلك تؤدي لتراكم كميات هائلة من خلال الطعام الذي نشربه والطعام الذي نأكله والشراب الذي نشربه الماء والسوائل ومن خلال الهواء الذي نتنفسه أيضاً كل هذا يدخل كميات كبيرة من الملوثات الصيام يزيد من كفاءة النظام المناعي بشكل أوتوماتيكي وهناك دراسة أخرى أثبتت أن الصيام ثلاثة أيام يؤدي لتجديد نظام المناعي بالكامل وتنشيط هذا النظام ثلاثة أيام فقط تصور أخير الحبيب فكيف بمن يصوم شهر ويتبعه بستة أيام من شوال الدراسة المهمة تقول بأن صيام ما يقرب من خمسة وثلاثين يوم أو ستة وثلاثين يوم بحدود يعني خمسة أسابيع متواصلة ماذا يحدث وجد العلماء أن هذه العملية تحدث صيانة كاملة لأجهزة الجسد بحدود خمسة أسابيع يعني بحدود خمسة وثلاثين أو ستة وثلاثين يوم طيب نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال هل تذكرون ماذا نصحنا قبل جامعة هارفرد وقبل علماء أمريكا وقبل كل هذه الدراسات العلمية قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني ثلاثين يوم ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أو كان له كصوم الدهر سبحان الله انظر إلى هذه الرحمة النبوية يعني يكفي في السنة أن تصوم هذه الستة أيام بالإضافة لرمضان فيكون صيامك كصيام الدهر لماذا لأن الحسنة بعشر أمثالها فستة وثلاثين يوم ضرب عشرة يعني ثلاثمائة وستون يوما فكأنما صمت سنة كاملة طبعا أخي الحبيب مجلة شهيرة جدا Brain and Behavior الدماغ والسلوك نشرت مؤخرا دراسة علمية مفاجئة تقول إنك بمجرد أن تمتني عن الطعام والشراب لمدة 16 ساعة كل يوم طب نحن في الطريقة قبل أن نكمل الدراسة في العالم الإسلامي نحن كم ساعة نمتني عن الطعام والشراب بحدود 16 تختلف بين يعني زائد 2 أسنين بين الصيف والشتاء هذه هي الطريقة الإسلامية للصيام وجدوا أنك حتى لو تناولت القليل من العصير يخرب هذا النظام يجب أن تمتنع تماما لمدة 16 ساعة وثماني ساعات تأكل ما شئت من دون إسراف طبعا وجدت هذه المجلة في هذه الدراسة أن الدماغ يقوم بتصنيع خلايا عصبية جديدة هذه مفاجأة بالنسبة لأي إنسان تربى على أن الدماغ لا يصنع خلايا جديدة هذه المعلومة نعلمها منذ زمن الصيام يحرد يحرد الدماغ على تصنيع خلايا جديدة سبحان الله طيب جامعة سيدني أيضا الأسترالية نشرت دراسة في مجلة سيل ريبورتز مجلة تقارير الخلية تقول لقد أجرينا دراسات واستخدمنا أحدث تقنيات ممكنة ووجدنا لأول مرة أن الصيام يلعب دورا مهما جدا في صحة الكبد الكبد هو أهم جهاز أخي الحبيب يعني إذا كان القلب رقم واحد الكبد رقم اثنان لأن الكبد فيه كل عمليات تصفية السموم ومعالجة الأشياء كثيرة جدا تحدث في الكبد صحته مهمة جدا فالصيام بمثابة صيانة لهذا الكبد المنهك والمتعب وهناك دراسة ألمانية أصلا إضافة لذلك نشرت في مجلة بلاس وون مجلة شهيرة جدا جدا درست العلاقة بين تحسن أمراض مثل السكري وأمراض مفاصل وضغط الدم وبين الصيام لماذا بكل بساطة العلاقة بسيطة جدا أخي الحبيب لكي تفهم تأثير الصيام على أمراضك يجب أن تعلم أن أي شيء تدخله فإنك تقوم بتشغيل العديد من أجهزة الجسد من المعدة والأمعاء جهاز الهضم والقلب ضخ الدم والكبد لتنقية السموم والكلا وأحسب والبنكرياس وغير ذلك الطعام يشكل ضغطا إضافيا على هذه الأجهزة فبمجرد أن تريح هذه الأجهزة وتحرمها يعني تحرمها من الطعام والشراب فإن هذه الأجهزة تبدأ تعمل بطريقة مختلفة بطريقة أكثر سلاسة وأكثر مرونة طيب هذه الفوائد حقيقة عندما نسمع بها اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين ونقارن ذلك مع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال من صام يوما في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله ليس رياء ولا نفاقا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا سبعين سنة يبعد عن النار تخيل كل يوم فتخيل لو صمت رمضان وأتبعته ستة من شوال وصمت الاثنين والخميس وصمت ثلاثة أيام البيض 13 14 15 من كل شهر كيف سيكون أداء جسدك وكيف سيكون بعدك عن النار لاحظتم أحبتي في الله جامعة هارفورد حقيقة نشرت دراسة مفاجئة لكل من قرأها تقول بالحرف الواحد أن الصيام له أثر كبير جدا على الشبكات المتولدة المتعلقة بتوليد الطاقة مما يؤدي لإطالة الخلية طبعا تحتاج إلى طاقة الصيام يغذي هذه الخلية بالطاقة سبحان الله بآلية معقدة جدا فيطيل من عمريا ويزيل السموم فيطيل من عمريا ويخفف عمل الخلية أصلا بسبب قلة الطعام فيطيل هذا من عمر الخلايا أيضا جامعة هارفورد تؤكد أن الصوم له أثر كبير على أمراض ضغط الدم والسكر والكوليسترول وهو يقلل الإجهاد التأكسدي المسؤول عن أمراض عديدة جدا لأن الخلية مثل الحديد تصدأ تتأكسد وبالتالي الصيام تماما كأنك تزيل هذا الصدق يعني تخيل لو كان لدينا قطعة حديد وكل يوم يتراكم عليها الصدق ماذا سيحدث بعد سنوات ستنهار ولكن إذا كنت تنظفها باستمرار وتلمع وتغلفها بمادة عازلة وكذا سيكون عمرها طويلا جدا كذلك الجسم الصيام بالنسبة للجسد مثل الصيانة الدورية بالنسبة للسيارة سبحان الله وأهم طبعا طبعا هنا جامعة ألا باما أحبتي في الله وجدت أن الصيام لمدة خمسة أسابيع يؤدي إلى نتائج مذهلة جدا في تحسين ضغط الدم خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم وبالإضافة لرفع النظام المناعي وتجديد النظام المناعي وتنشيط النظام المناعي لذلك هنا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يغفل هذا الأمر لم يتركنا حائرين عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر صلى الله عليه وسلم فهنا أيها الأحبة أمام هذه الدراسات العلمية أنا نصيحة لكل إنسان يعاني من أمرض كل إنسان يعاني من مشاكل صحية وحتى مشاكل نفسية على فكرة لأن دراسات أخرى أثبتت الفوائد الهائلة لعلاج الاكتئاب بالنسبة للصيام كل من يعاني من هذه المشاكل نصيحتي له أن لا يتأخر في صيام ستة أيام من شوال وبخاصة أننا أكرمنا الله بصيام ثلاثين يوم رمضان فمعك شهر شوال شهر طويل تسعة وشرين يوم مثلا تستطيع أن تختار ستة أيام وتصمع متتابعة أو متفرقة المهم تبحث عن الأيام التي تكون فيها أنت خاشعا لله تحسن الصلاة فيها تحسن العبادة تحسن القيام تحسن الذكر تتدبر القرآن وتصوم هذه الأيام الستة والله سبحانه وتعالى يتقبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات إذن أحبتي في الله صيام هذه الأيام الستة هو أمر ضروري جدا جدا بالنسبة لمن يحب أن ينق جسده ومن يحب أن يكون صيامه كصيام الدهر ولمن أحب أن يقتدي بهذا النبي ويستنى بسنته ليكون معه يوم القيامة نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام وأن ندخل جميعا من باب الريان الذي خصصه الله باب من أبواب الجنة من الأبواب الرائعة في الجنة ستدخل منه إن كنت من الصائمين إن كنت تحرص على الصيام لا يدخله إلا الصائمون هذا الباب باب الريان هو باب من أبواب الجنة الثمانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جميعا من باب الريان وأن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة